اشتركوا في القناة وسلم قدوتي في الصدق في الدرس السابق تعلمنا المقطع الساكن وأثقلنا طريقة نطقه وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك مثل يس هذا يس معناه مقطع ساكن الحرف الثاني عليه السكون وما قبله عليه فتح فينطق كلها بنطق واحد بنفس واحد يس وهذا هو المقطع الساكن فتنطق الكلمة يستطيع والكلمة الثانية يشرب يش يش إذن هذا هو المقطع الساكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق الأهداف نريد أن نتعلم اليوم يا أبطال حروف المد الثلاثة وأيضا أن يدرك الطالب أن كل حرف من حروف المد له حركة مختلفة أن يطقن الطالب قراءة حروف المد بشكل صحيح وهذا ما سنتعلمه أو نراجعه في هذا الدرس كعادتنا هيا نقرأ نكمل قراءة الصفحة الثانية من النبي صلى الله عليه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق نبدأ بالقراءة تبدأون أم أبدأ أنا يا الله ابدأوا أنتم دائما أجعلكم أنتم الذين تبدأون قبلي تفضلوا أكيد انتهيتم صاحب صاحب المنزل نقطتان رأسيتان أنت كسرته وتعترف بذلك هذا الأسلوب أبطال أسلوب يعني يسأله ويتعجب منه كيف تقسر زجاجة نافذة منزلي وتقف وتقول أنا الذي كسرته ولست خائفا أنت كسرته وتعترف بذلك هذه قراءة المعبرة خالد الآن خالد يريد أن يرد على صاحب المنزل نقطتان رأسيتان خالد نعم يا عم لقد علمني أبي أن أقول الصدق دائما لقد علمني أبي أن أقول الصدق دائما وضحي أبطال في هذه الكلمات في حروف مد موجودة وسوف نأخذها بعد قليل بشيء من التفصيل نعيد مرة أخرى خالد نعم يا عم لقد علمني أبي أن أقول الصدق دائما فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا يلا أنا قرأت جملتين أنت ستقرؤون الثالثة أو الرابعة انتهى الوقت عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم الرجل وقال نقطتان رأسيتان ابتسم الرجل وقال لقد عفوت عنك لصدقك يا بني بارك الله فيك لماذا عفى صاحب المنزل الذي كسر زجاج نافذته لماذا عفى عن خالد عفى عنه لصدقه عفى عنه لصدقه لأنه قال الصدق واعترف بفعلته فعفى عنه صاحب المنزل وهذا من خلق الطفل المسلم الذي يقول الصدق دائما ولا يكذب طيب الآن يا ابتال ننتقل إلى شيء جديد أريد أن أسألكم الآن سؤال وانتبهوا معي وكونوا مركزين معي في هذه الفقرة كم عدد حروف اللغة العربية عشرة ثمانية وعشرين اثنين وثلاثين الإجابة الصحيحة ثمانية وعشرين حرف ثمانية وعشرين حرف طبعاً أبطال الحروف الثمانية وعشرين كلها تنطبق على المثال الذي سندكره الآن على حرف الفى يعني نفس الفى الآن ناخد المثال ولكن السين نفسها والعين والرا والجا كل الحروف ينطبق عليها هذا المثال انظروا الآن إلى حرف الفى مرة مرتين طيب يكفي آه ثلاث مرات كررنا حرف الفى ثلاث مرات من يخبرنا لماذا كررنا حرف الفى ثلاث مرات ليش ما كررنا خمس مرات أو مرتين أحسنتم لأن الحركات التي تأتي مع حرف الفى الأصوات تأتي معه الفتحة ومع الضمة ومع الكسرة ولذلك كررناه ثلاث مرات انتبهوا معي عندما يتي حرف الفى وتكون عليه الحركة فتحة الحركة فتحة يكون بهذا الشكل كيف ننطقه ننطقه فى فى هل الآن هذا الحرف صوت قصير أم صوت طويل أحسنتم صوت قصير صوت قصير لماذا؟ لأن عليه الفتحة عليه الفتحة فينطق الحرف فى فى جميل في يوم من الأيام خطر على حرف الفى فكرة جديدة فقال للفتحة أيها الفتحة أريد أن أشعر بالفخر أريد أن يصبح اسمي طويلا وينطق طويلا فأريدك الآن فأريدك الآن أن تنطقي اسمي بصوت طويل كل مرة تنطقينه بصوت قصير فى فى لقد مللت من ذلك أريدك أن تنطقيه بصوت طويل حاولت حاولت الفتحة ولكنها لم تستطع قالت عفوا أيها الفاء لا أستطيع أن أنطقك بصوت طويل فهذه قدرتي قال إن لم تفعل ما أقوله لك سأعاقبك عقابا شديدا حزنت الفتحة وقالت إذن سأنظر في الأمر في الغد إن شاء الله ذهبت الفتحة إلى منزلها حزينة وعندما رأتها أمها الألف الألف قالت ما بكي يا ابنتي قالت يا أمي لقد طلب مني حرف الفاء أن أمده مدا طويلا وأنطقه نطقا طويلا وقلت له لا أستطيع فقال سأعاقبك عقابا شديدا فقالت الأم لا عليك يا ابنتي سأذهب معك غدا وأتفاهم معه وفعلا في اليوم التالي ذهبت الألف إلى حرف الفاء وقالت ماذا تريد من ابنتي قال أريد أن تمدني وتنطقني بصوت طويل فكل مرة تنطقني بصوت قصير أريد أن أشعر بالفخر وهي تنطقني قالت سأساعد ابنتي وإذا أردت مرة أخرى أن تنطق بصوت طويل فسآتي أنا وأقف خلفك ونقوم بمد اسمك بصوت طويل وافق الفاء وفعلا جاءت الأم ووقفت بجوار ابنتها واشتبكت مع الفاء والآن والآن قاموا بنطق الفاء بصوت طويل فاء فاء فعندما سمع الفاء هذا الصوت الطويل شعر بالفخر وقال شكرا الآن لقد سررت منك أيتها الفتحة وأنت أيتها الألف ومن ذلك اليوم قررت الأم أنت أن تساعد ابنتها كلما طلب منها حرف من الحروف أن ينطق بصوت طويل ذهب الفاء إلى الضمة وعندما أتت على رأسه قال لها يجب أن أن تنطقي اسمي بصوت طويل بصوت طويل قالت لا أستطيع قال فعلي كما فعلت الفتحة فعندما سألت الضمة أختها الفتح ماذا فعلت أخبرتها وعندما ذهبت إلى أمها الواو قالت سآتي وأساعدك يا ابنتي وفعلا جاءت الواو واشتبكت مع الفاء ونطقوا حرف الفاء بصوت طويل وتم نطقه بصوت طويل هكذا فو فو وعندما جاءت الكسرة أخبرها الفاء بأنه يريد أن تمده بصوت طويل فقالت لا أستطيع قال فعلي كما فعلت الفتحة والضمة وفعلا فعلت الضمة والفتحة هذا الحرف واتفقت مع أمها أن تساعدها فجاءت الياء واشتبكت مع حرف الفاء وفعلا تم مد الحرف بهذا الشكل في في ومنذ ذلك الوقت إذا رأينا الفتحة وخلفها الألف فهذا صوت طويل للحرف وإذا جاءت الضمة على الحرف وبعدها الواو فصوتها يكون طويلا أيضا وكذلك الكسرة مع الياء يكون الصوت طويلا يكون الصوت طويلا وننتبه لشيء مهم فطلات أبطال ننتبه لشيء مهم انظروا إلى الألف هل عليها حركة لا الواو عليها حركة لا الياء عليها حركة لا فإذا جاءت حركة على الألف أو على الواو أو على الياء فهذه حرف عادي وليست الأم التي تمد مع ابنتها هل فهمتم يا أبطال إن شاء الله طريقة قراءة حرف المد طريقة قراءة حرف المد انتبهوا يا أبطال إلى طريقة القراءة عندما يكون عندنا حرف مد حرف مد هذه الكلمة صاحبو 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 نجردها يا أبطال أخرجوا لي حرف المد لوحده البنت أمها صا أحسنتم صا ممتاز بعدها هيا يا أبطال الآن عندنا كلمة خالد جردت إلى خا خا طيب اللي بعدها يلا اقرؤوا علمت ني علمت ني جرد هيا يا أبطال حرف المد يلا ني حرف مد ياء الكسرة وأمها معها واضح يا أبطال طيب ناخد اللي بعدها هيا أبي أبي جردوها بي بي أيضا الكسرة وأمها الياء هيا يقرؤوا أقول أقول ها جردوها أخرجوا حرف المد أحسنتم قو قو فنقول الكلمة أقول أقول بعدها فالرسول فالرسول يلا يا أبطال جردوها سو سو إذن إيش جردنا حرف اللي هو إيش حرف المد جردنا حرف المد اللي بعدها يلا ها عليه عليه ها يا أبطال جردو جردو آه لماذا لأن اليا عليها السكون آه هذا مقطع ساكن لي آه لا نريد مقطع ساكن نريد حرف المد أحسنتم الذي قال الكلمة هذه ليس فيها حرف مد هذا بطل وبطلة الكلمة التي بعدها قدوة يلا يا أبطال جردو آه أيضا ليس فيها حرف مد لماذا الكسرة في حرف التا وبعدها الياء لماذا لم نقل أنه حرف مد آه لأن الياء عليها حركة ونحن قلنا أن الأم لا يأتي عليها الياء والوا والألف إذا كانت أم جاءت الفنت وأمها يكون إيش ليس عليها حركة الآن الياء عليها إيش عليها فتحة إذن ليست ليست حرف مد أحسنتم قال قال هيا يا أبطال جردوا حرف المد ق ممتاز ق أحسنتم آه لبعدها بسم الله اقرأوا فيك فيك أحسنتم أحسنتم في إذن الفا كسرة والأم بعدها الياء إذن هذا حرف مد حرف مد أحسنتم بعدها مزارع أين حرف المد جردوا هيا بسرعة زا الفتحة وأمها الألف بعدها زا إذن نمد حرف الزا فيصبح صوت طويل زا واضح يا أبطال يلا لبعدها اقرأوا مزيد مزيد ممتاز جردوا زي زي أحسنتم الكسرة وبعدها أمها الياء بعدها أمها الياء فهذا إيش حرف مد نسوق نسوق ها جردوا جردوا حرف المد سو أحسنتم سو مكاسب مكاسب ها يا أبطال كا إذن حرف المد كا اليومد بالألف الكا عليها فتحة وبعدها الأم اللي هي الألف إذن تصبح الصوت طويل الكا نمدها كا جميل بعدها نخيل نخيل جردوا هيا يا أبطال خي 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 الكسرة وأمها الياء فيش فنمد حرف الخا تصبح خي نخيل لن أحسنتم أيها الأبطال ننتقل إلى التي بعدها هيا نتدرب أنتم أبطال ما شاء الله يلا جاهزين الكلمة اللي بعدها يلا اقرؤوا الكلمة ثم جردوا حرف المد مراسم أحسنتم جردوا حرف المد را مد بالألف مد بالألف را الفتحة على الر والألف بعدها هذا حرف مد ألف را يلا اللي بعدها مقال مقال قا 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 إذن فتحة وبعدها الألف أمها إذن هذا حرف مد فالقا تمد قا صوت طويل صوت طويل هيا 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 الكلمة التي بعدها انتهت الكلمات وننتقل الآن إلى فقرة أنمي لغتي والسؤال ما مرادف الكلمات الآتية أي ما معنى هذه الكلمات الكلمة الأولى الكلمة الأولى اقرأوا عفو عفو تو هل الفا والواو بنت أمها أحسنتم لا لأن الواو عليها سكون عليها سكون فتصبح مقطع ساكن عفو فو وليست مد صوت طويل عفو تو ما معنى كلمة عفو تو سامحت عفو تو عنك أي سامحتك أحسنتم يا أبطال ننتقل إلى الكلمة الثانية بقي بقي إلا خالدا بقي مكانه بقي واقفا مكانه ما معنى بقي أي استمر واقفا بقي في مكانه استمر واقفا في مكانه وضح يا أبطال هيا إلى التي بعدها الآن وصلنا إلى أقرأ ثم أحلل الكلمات إلى مقاطع وحروف أقرأ سوف نقرأ أحلل إلى مقاطع وحروف المقاطع ذكرنا كم نوع يا أبطال أحسنتم نوعين إما أن يكون مقطع ساكن درسناه بالأمس أو أن تكون حرف مد درسناه اليوم ولذلك سوف نستطيع أن نضع كل مقطع ساكن في غرفة لوحده وحرف المد البنت أمها في غرفة لوحدها وبقية الحروف كل حرف في غرفة لوحده إلى هناك اقرأوا الكلمة ساعدوني ساعدوني أبطال عدوا الكلمة الحروف الموجودة في هذه الكلمة واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة حروف كم غرفة لدينا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة غرف طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن عندنا مقاطع كثيرة هيا يا أبطال الغرفة الأولى ماذا نضع فيها؟ أحسنتم من قال البنت أمها أحسنتم سا الفتحة والألف في غرفة واحدة بعدها عي جميل سا عي طيب بقي غرفتين وأربع حروف اللي بعدها حرف مد واو دو دو إذن الضمة وبعدها أمها يوضعون في غرفة واحدة الأخيرة ني الكسرة وبعدها اليا أمها يوضعون في غرفة واحدة إذن أصبحت الكلمة سا ع دو ني سا ع دوني أحسنتم أيها الأبطال والبطلات أنتم مبدعون الكلمة الثانية هيا حللوها بعد أن تقرؤوها الكلمة ما هي قائل قائل ماذا نضع في الغرفة الأولى قاء مد ألف البنت أمها اللي بعدها إي أحسنتم بعدها لن هذا رائع ننتقل هيا هيا نتدرب ونذكر دائما احذر من هذا اللعب حتى لا تسقط أرتب الكلمات التالية أرتب الكلمات التالية الكلمة الأولى زجاج من كسر النافذة من كسر بعدها زجاج النافذة من كسر زجاج النافذة من كسر يا أبطال أنه خالد أنه خالد هيا ننتقل إلى ما بعدها أضبط الحرف الملون بالشكل أضبط الحرف الملون بالشكل الآن عندنا حرف الملون ليس عليه حركة ليس عليه حركة نبدأ هيا يا أبطال اقرأوا واعرفوا ما هي الحركة المفقودة جبال ما هي الحركة المفقودة أحسنتم إنها الفتحة على الباء جبال كلمة الثانية زير زير ما هي الحركة المفقودة إنها الكسرة تحت الكلمة الثالثة هيا يذوق ما هي الحركة المفقودة أحسنتم أحسنتم الضمة على الذات الرابعة دي دي ما هي الحركة المفقودة أحسنتم إنها الكسرة إنها الكسرة وصلنا إلى رابط تدريبات الوحدة السادسة افتح كاميرا الجوال وامسح الباركود الموجود أمامك لتحصل على التدريبات وقم بحلها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير على أمل اللقاء بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا